لماذا هذه الرهبة؟ هل أنه نوع من المراوغة وكأنه التحذير من عدم التدخل بقانون أساس خلافاً لقانون عادي سموترتش أيضاً كان من الأوائل الذين دعوا أيضاً لإنتذك يعني إحنا نسينا ولكن كنا تداولنا كثيراً فقرة التغلب وقانون التغلب فترات اللي كان هناك تهديد بوجود قوانين تمنع المحكمة بالتدخل بأي قانون سواء أساس أم عادي قضية قانون الأساس حتى حينما نقول الناس الناس بتفكر قانون أساس يعني هو دستوري وكأنه محصن لا قوانين الأساس الموجودة أيضاً لدى اليوم مش كلها محصنة في قوانين مرت بأغلبية عادية يعني نرمز إليها بقانون أساس وكأنه من أسس الدستور غير الموجود في إسرائيل وعلى أساسها المفروض أن تضع قيم أو مبادئ أو معايير اللي هي ثابتة أن تضمن لها الديمومة هذا الفرق يعني وكأنه أنت ما بتقدر تغيريها بأغلبية عادية ويجب أغلبية خاصة بالمفهوم ولكن على أرض الواقع هناك قوانين اللي نستطيع تغيرها بأغلبية عادية يعني مش كلها الآن فلذلك استخدام سموترتش لموضوع قانون أساس هو أولاً لأنه حتى الآن لم يتم ولكن المحكمة سمحت لنفسها أعطت نفسها الصلاحية في أن تدخل بقوانين أساس من ناحية الاعتراف في قرارين للمحكمة العليا اللي فيهن أقر أن المحكمة العليا لديها الصلاحية في التدخل حتى في قوانين أساس إلا أنها حتى الآن لم تتدخل والتخوف طبعاً أن تكون هذه المرة هي المرة الأولى التدخل مباشر بإبطال بند من بنو يعني هنا يكون التدخل أيضاً في دستور غير المكتوب في إسرائيل يتعلق كيف بدك تعارف الدستور حتى الآن حينما تم دسترة المعايير استناداً لقانونين أساس قانون أساس حرية الفرد وكرامته وقانون أساس حرية العمل وكان هناك كانت المعايير والحريات وعادة الدستور بالأساس غير أنه يضع أصص النظام القضية البل أوف رايتس ما يسمى الحقوق اللي هي منصوصة داخله اللي هي متينة يعني تسمعي كثير كثير رفت في أمريكا كثير بذكر الدستور وفيرست أمن مك أهمية كبيرة للدستور في الواقع حتى الآن حتى إسرائيلياً حتى قوانين هاي الأساس هي لا تضمن كل الحقوق الحق بالمسواة غير موجود بهذه القوانين ما زال غير موجود والمحكمة أعطتوا مكانة دستورية وقالت أنه يعني ينبثق أو نابع من القوانين ولكنه يعني وليس بالصدف طبعاً أنه هذا الحق مش موجود لأنه كمان في قضية هون كما ذكر أيضاً قاية المتدينين الحالدين وما إلى ذلك لذلك أنا أعتقد أنه التخوف من التدخل وخاصة أننا نتحدث عن بند اللي يمنع المحكمة العليا من التدخل في قضية حتى قرار لذين بعدم يعني جمع أو عدم استصدار قرار لجمع لجنة تعيين القضاء لأن القانون ينص أنه إذا في وزير امتنع عن استخدام صلاحيته عندها أيضاً المحكمة لا تستطيع التدخل وهو اليوم هذا الأمر مطروح بالتماس آخر أمام المحكمة العليا وقضية التعيينات التعيينات هي جداً مهمة ليس فقط من أجل درعي يعني كنا نتحدث دائماً عن تعيين درعي لإتاحة المجال لعودة درعي كوزير اليوم نتحدث عن المستشارة القضائية للحكومة أيضاً